فقال لها الدب الصغير لقد خشيت يا عزيزة نرجس أن تكون أميرة الزوابع الغادرة الماكرة قد اختطفتك أو دبرت لك مكيدة جديدة تنالك بسوء فعدت على نفسي باللائمة واتهمت نفسي بالتغصير في حمايتك والتهاون في السهر عليك في أثناء نومك فالحمد لله على نجاتك وإني لسعيد إذ أراك مبتهجة فريحة بهدية النشاط منشرحة وشكرا لله على ما هيأه لنا من وسائل السعيدة والآن فهلوم إلى الدسكرة وضاعفي نشاطك واسرعي خطواتك لنبلغ الدور قبل أن يستيقظ من فيها وكان الدب الصغير خبيرا بمسالك الغابة فاجتازها مع صاحباته من أقرب طريق ووصل إلى الدسكرة قبل أن تستيقظ ماجده وحليمه بزمن قليل وأجمع رأيهما على أن يكتما عن ماجده ما يتعرض له من مخاوفه وأخطار حتى لا يساورها الحزن عليهما والقلق في قابل الأيام ولم يكن يعرف خفايهما وما لقي من المصائب في أمسهما غير حليمة وحدها وقد كتمت أمرهما وعرفت كيف تحتفظ بسرهما ولم يكن الدب الصغير يوافق على ذهاب نرجس إلى الغابة وحدها لو ترك الأمر له فلما تعرضت للهلاك في ذلك الحادث الهائل أصر الدب الصغير على رأيه الأول وتشبث ببقائها في الدار حتى لا تعرض نفسها لمثل ما تعرضت له من الكوارث والأخطار وقد كلفه ذلك تعبا جسيما واضطره إلى أن يعود إلى البيت كل يوم في وقت الغداء فإذا انتهى من طعامه عاد إلى الغابة مرة ثانية ومكث فيها يحتطب إلى المساء ثم يعود إلى الدور قبيل العشاء وكانت نرجس منذ ذلك الحادث لا تخرج من الدسكرة إلا إذا صحبها الدب الصغير وانقض على ذلك الحادث المزعج سنوات ثلاث ثم رأى الدب الصغير ذات يوم صاحبته نرجس وهي تبحث عنه في الصباح البكر وقد امتقع وجهها وتخاذلت أعضاؤها فما تقوى على المشه إلا بجهد جهيد ولما رأته جذبته معها إلى الخيرج ثم قالت له هلم أيها العزيز وأعرني سمعك وأرهف لحديث أذنك وأنصت إلي بكل جوارحك فإن حديث إليك مزعج خطير فقال لها متعجبا حائرا ماذا ألم بك يا عزيزة نرجس شد ما أزعجني منك هذه اللحفة فعجري بحديثك وأعيد الطمأنين إلى قلبي تكلمي يا نرجس فقد تفزعت من أجلك وامتلأ قلبي خوفا عليك خبريني بماذا أستطيع أن أساعدك أيتها الوفية الكريمة فقالت له وهي تلهث من شدة الفزع لا شيء يا عزيز الدب الصغير إنك لا تملك لي نفعا ولا خيرا ولا تستطيع أن تدفع عني شقوءا ولا ضرا فأصغ إلي أذاكر أنت تلك الرؤية التي قصصتها عليك في طفولتي تلك الرؤية المزعجة بما تحويه من نبأ خطير ضفضع وغدير وهول كبير وشر مستطير فقال لها نعم أذكر ذلك ولا أنزع ولا تغيب عني ذكروه فماذا جد بعد يا أختي فقالت نرجس لقد تمثلت لي في هذه الليلة رؤية لا تقل عن تلك هولا وإزعجا وقد امتلأت نفسي رعبا حين تبينت من ذلك الحلم المزعج أن حياتك في خطر وأنت تعلم أنني إذا أصابك سوء فإنني لاحقة بك على الأثر فقال لها متعجبا كيف تقولي ومن ذا الذي يتهدد حياتي بالخطر أيتها العزيزة فقالت نرجس استمع إلي قد كنت هذه الليلة نائمة يا الله فرأيت الضفضع مرة أخرى قبحها الله إنها دائما الضفضع تخيفني وتكدر صفوي وتقطع علي سعادتي اسمع يا عزيزي لقد رأيت الضفضع مقبلة علي في منامي رأيتها يا عزيزي وسمعتها وهي تقول لي متحدية شامتة لقد اقتربت الساعة التي يجب أن يسترد فيه عزيزك الدب الصغير بشرته الطبيعية سيكون مدينا لك أنت وحدك لا سوئك إني أكرهه وأكرهك ولن يكون كلاكم سعيدا بالآخر أبدا مهما تبذلا من جهد كوني على ثقة من ذلك يا نرجس فإن الدب الصغير سيهلك بعد قليل أتفهمين ما أقول سيهلك الدب الصغير أما أنت يا نرجس فلن تستطيع أن تتم الجميل الذي تحاولين أن تزديه إليه كلا ولن تستطيع ذلك مهما تحاول ولن تقدر على إنقاذه بما تبذلين له من فداء يدفعك إليه ما ركب في طبيعتك العوجاء من سخف وحماقة وغبئ ولن تمضي بضعة أيام أو لعلها بضع ساعات حتى يحل بكم غضبي وانتقومي وينزل بكم صختي وعذابي أتسمعين ما أقول أغرب عن وجه أيتها الحمقاء وإني ملاقيتك في وقت قريب فاستيقظت وأنا أحبس في صدري صرخة مفزعة كانت على وشك أن تفلت مني لو لم أعتصم بالشجاعة والحزم ولم أكد أن تبه من نومي حتى استقبلني وجهه تلك الضفضع البشعة كما استقبلني في ذلك اليوم الذي أنقذتني فيه من المئ ولا تسل عن جزعي حين رأيت الضفضع الشرسة تقفز من النافزة وثبا وهي تنظر إلي بعين حانقة وتتهددني بنظراتها وحمدت الله حين غابت الضفضع عن ناظري أي حلم هائل كابته في ليلة أيها العزيز الوفية لقد تركتني الضفضع وأنا أقرب إلى الموت مني إلى الحياة ولم تكد الضفضع تفارقني حتى أسرعت إلى ثياب فارتديتها وعجلت إليك بالمجيء لأحذرك حماقة عاصفة أميرة الزوابع وأنبهك إلى شرأستها لعلك تسرع بالالتجاء إلى صديقتك الجنية الكريما مخلصة لؤلؤة أميرة التوابع وكان الدب الصغير يصغي إلى حديثها خائفا مترقبا ولم يكن جزعه من تهديدها إياه كما تبادر إلى ذهن نرجس بل خوفا عليها مما هي قادمة عليه من التفدية التي حدثته بها لؤلؤة أميرة التوابع وكان أخوف ما يخافه وأخشى ما يخشاه أن يلحق بنرجس من جرائه أي مكروه وأي نكبة أفدحه من أن يرى الفرو الكريه ينتقل من وجهه إلى وجه صديقته نرجس الوفية الحسنية يهل الحول إنه خاطر لا يكاد يمر به حتى يملأ نفسه فزعا ورعبا إنه ليتمثل ما هي قادمة عليه من هول يكاد يسعقه ويسلمه إلى الهلك وكان ألمه يتجلى في نظرته ويرتسم على أسريره وقد أحست نرجس وهي تجيل النظر فيه بما يساوره من أحزان فلم تتميلك أن أجهشت بالبكاء لفرط ما فوض به قلبها من ألم وقالت له وهي حانية عليه متشبثة به وهأسفاه أيها الصديق الوفي إنك على وشك أن تفارقني عاجلا وإلى غير عودة إن الضفضع الشريرة تريد أن تنتزعك مني انتزعا وإني ليهولني أن أراك ترتجف أنت الذي لم يعرف الخوف إلى قلبه سبيلا أنت الذي بعثه الله إلي ناصرا ومعينا ومبددا لمخاوفي وحارسا أمينا وكيف لا أرثيع إذا تمثلتك ذاهبا إلى غير عودة أنت يا من يعيد السكينة إلى قلبي ولا يفتأ أن يرد الشجاعة إلى نفسي كلما ألم بها ضعف أو دب إليها خوف أنت يا من يجابه الموت باسما دون أن يبالي الخطر مهما جلاء أو صغر كيف لا أنزعجو إذا رأيتك حاني الرأس مطرق الجبين مرتعش الأطراف مستسلما للخوف في تخاذل وضعف لم أعهدهما فيك منذ عرفتك فقال لهم تألما كلا يا عزيزة نرجس فما بي من خوف ولا رهبة كما تظنين لست أرتجف من جبن ولا فزع كما تتوهمين ولكن مبعثي الطراب وفزعي حديث كنت سمعته من لؤلؤة أميرتي التوابع وهو حديث مفزع أحمد الله أنك لم تعرفيه ولم تدرك ما أدركت من مراميه إنه نبأ خطير هائل ينطوي علي تهديد موجه إليك أنت يا عزيزة نرجس لو لذلك النبأ ما دب إلى قلب الخوف ولا سرد في جسم الرعشة فأنت ترين أنني لا أرتيع خوفا على نفسي بل خوفا عليك وأنت كما تعلمين أعز علي من نفسي فتبينت نرجس من هذه الكلمات أن وقت الفداء قد حين وأن ساعة البزلي قد حلت وأيقنت أن وفاءها بوعدها قد دنا وقته واقترب أوانه وأصبح لا منوص لها من إنجاز ما عاهدت عليه لؤلؤة أميرة التوابع وهنا سري عنها وزايا الهما كان قد استولى على نفسها من خوف ورجفة وحل محلهم الإطمئنان والسرور بعد أن أيقنت أن ساعة الفداء قد اقتربت وأن أوان الوفاء لصاحبها قد آزفا وامتلأ قلبها سرورا حين عرفت أنها توشك أن تزدي إلى الدب الصغير من النفع والمعاونة بعض ما أزداه إليها ثم لم تجب بشيء ولم تبدله رأيا فيما سمعته منه ولم تزد على أن شكرت له شهامته وإخلاصه وطهارة قلبه ولم تقصر في إيناسه وإزالة إنقباضه باذلة في ذلك قصارية جهدها لتمسح ما علق في نفسه من مخاوف ولم يكن يخيفها إلا أن تتمثل أن الموت ربما فرق بينهما بأسرع مما يظنه وكان هذا الخاطر يزعجهما كما يزعج الدب الصغير ولكن كليهما كتم عن صاحبهما يساور نفسه من قلق عليه وإنزعج واتجه كلاهما بقلبه إلى أميرة التوابع يستدعيها ويطلب معونتها ليخلص صاحبه من ورطته لم يتميلك الدب الصغير أن يستدعيها بصوت مرتفع فلم تجب نداءه أيضا وهكذا مضى اليوم في حزن وألم واجتمع رأي نرجس والدب الصغير على أن يكتم عن ما جدا ما لقي من أحداث وما كابذ من آلام حتى لا يزيد متاعبهما ويضاعف همومهما ومصائبهما بعد أن كبرت منها السن وتقدم بها العمر وحسنا فعلا لم تكن ماجدة قادرة على احتمال مصيبتها فكيف لها باحتمال المزيد من المفاجآت المزعجة التي تعرض لها أعز الناس عليها وأبرهم بها فتقول ها هو ذا ولدي قد كبر وأوفت سنه على العشرين فهل دنت ساعة الخلاص مما ألم به من النحس وكيف السبيل إلى ذلك وهو يأبى أن يفضي بسره إلى نرجس ويحتم علي ألا أبوح لنرجس بالحقيقة إشفيقا عليها وإيثيرا لسعادتها على سعادته ولو أن نرجس عرفت أنها وحدها القادرة على إنقاذه ما ترددت في ذلك لحظة واحدة كلفها ذلك ما كلفها من جهد وألم وما كانت نرجس الوفية الشاكرة لتتردد لو علمت في استبدال فروه البشع ببشرتها الغضة النعمة وليس لولد سبيل للخلاص من سحره إلا إذا بذلت له نرجس هذا الصنيع الجليل ولكن كيف الوصول إلى ذلك وهي لا تعلم شيئا كذلك كانت ماجدة تناجي نفسها كل يوم بين ساعة وأخرى ثم تنتهي مناجاتها بالبكاء طارة وبالاستسلام لقضاء الله والصبر على المصيبة طارة أخرى ولم يكن يجديها الحزن فلم تجد في غير الصبر نجاة ومهربا ومهربا فلما كانت تلك الليلة رأت نرجس تلك الرؤية التي قصتها على الدب الصغير ورأت ماجدة رؤية أخرى تختلف عنها فقد زرتها لؤلؤة في منامها وأقبلت عليها بأسمة الثغر منطلقة الأسارير ثم ربتت كتفها قائلة عليك بالصبر والشجاعة أيتها الملكة العظيمة فقد دنت ساعة الخلاص ولن تنقضي على ولدك غير أيام قليلة يستعيد بعدها بشرة وجهه الناعمة ويخلع عنه فروه البشع ولقبه البغيض وسترين كيف ينتهي عهد الشقوء في زمن أقرب مما تتصورين وكيف يتغير لقب الدب الصغير فيصبح الأميرة فائقة وهنا استيقظت ماجدة وقد حل الرجاء محل اليأس وغمرها الفرح والإيناس وزاد حبها لنرجس وحنانها بعد أن تجلل عينها فضل تلك الفتاة المخلصة الوفية وأدركت أنها مصدر إسعادها وإسعاد ولدها ولولاها لحالفهم الشقوء طول عمرهما ثم حان موعد الرقيد فنامت نرجس كما نام صاحبها وقلبهما يفيضين حزنا وهم من خوف المستقبل المظلم على حين كانت ماجدة قريرة العين يفيض قلوها سرورا من جراء المستقبل البهيج الذي تترقبه بفارغ الصبر كما يترقب الإنسان أحب البشريات وأسعد الأعيد أما قلب حليمة فكان يغمره شعور مبهم غامض وهو مزيج من الرؤب والفرح ولم تكن تدري لذلك الشعور سببا وهكذا نام الجميع ولكل منهم حال يغنيه ويختلف عما يشغل الآخر ويعنيه نامت نرجس بعد أن طول بكاؤها أسفا وحصرة على ما تستهدف له من شقاء ونام الدب الصغير بعد أن استدعى أميرة التوابع ليأنسا بلقياها ويستمد منها النصح والمعونة ورآها وهي تستقبله فريحة مستبشرة وتهنئه بما هو قادم عليه من سعادة وشيكة وتبشره بإنقضاء عهد المحنة والشقاء أما حليمة فراحت تسائل نفسها أكثر من مئة مرة عما يضمره الغيب لهذه الأسرة المعذبة المنكوبة وشعرت بإنقباض شديد دون أن تدر لإنقباضها سببا ثم استسلم الجميع للرقيد في سباة عميق ولم يبقى من سكان الدسكرة أحد ساحرا وانقضت على ذلك ساعة كاملة ثم استيقظت نرجس مرعوبة مفزوعة ضيقة الأنفاس يكاد صدرها يختنق ترى ماذا حدث يا للهول إنه الحريق يكاد يلتهم البيت بما فيه ولا يبقي على أحد من ساكنيه وقد انبعث الدخان الكثيف من كل الأرجاء يخنقها وهي نائمة وسرعان ما استيقظت ماجدة فاندفعت إليها نرجس تسائلها متلحفة ألا تشمين هذا الدخان الخانق يا أمه فأجابتها ماجدة مذعورة بلى إنها داهية دهواء إنه البيت يحترق فواي حسرته انظري ألا ترين اللهب يشتعل في أرجاء البيت كله ونهضت نرجس وماجدة من فراشهما مفزوعتين وأسرعت إلى قاعة البيت مرعوبتين فوجدت النار قد اجتملت عليها كما اجتملت على حجرية الدير كلها فصحت نرجس شقيقي العزيز أين أنت يا شقيقيه وأسرعت حليمة إلى القاعة وهي نصف عارية أو نصف كاسية واندفعت تصرخ نادبة مولولة لقد هلكنا يا سيدتي هلكنا ويا حسرته لم يبقى لنا أمل في النجح لقد اشتعلت النار في محتويات الدير وهي على وشك أن تأتي على ما بقي فيها من أبواب ونوافذ وأثيث وآنية ولقد ضيقت علينا الخناقة وأحوطت بنا من كل ناحية وعجزنا وأسفاه عن الوصول إلى منفذ نهرب منه فالأبواب كما ترين موصدة والنوافذ محكمة الإغلاق فأين النجاح وثارت ماجد صائحة ولدي ولدي أين أنت يا ولديه وصحت نرجس شقيقي أين أنت يا شقيقيه واندفعت نرجس وماجده وحليمة إلى الأبواب محاولات أن يفتحنها أو يحطمنها فعجزت قوهن مجتمعات على ذلك وخيل إليهن أن الأبواب والنوافذة قد سمرت تسميرا ولم يبق بينه وبين الحيطان فرق لصلابتها وإحكامها واستحالة النفاذ منها وجمجمت نرجس واجمة حيرة أواها يهلك من رؤية هائلة فوديعا إلى الأبد يا عزيزي الدب الصغير فما أظن الأمل في اللقاء بعد اليوم إلا مفقودا وكان الدب الصغير قد أفاق من نومه في هذه الساعة كما أفاقت ماجده ونرجس ورأى ما يكتنفه من الدخين والأهب وكان ينام على عادته خارج الدسكرة بالقرب من الإصطبل فكان أول همه أن يبادر إلى نجدة من بالدور قبل أن يدهمهن الحريق فلم يضع من وقته لحظة نأسدا وأسرع إلى باب البيت الخارجي فتعذر عليه أن يقتحمه كما يتعذر عليهن من قبل أن يفتحنه مجتمعات فتعجب الدب الصغير من مرأة وأيقن أن في الأمر سرا مطويا عنه فقد وهبه الله كما علمت قوة تكاد تزحزح الجبال من أماكنها فكيف يستعص عليه فتح باب واحد أو كسره إنها بلا شك قوة الماكر الخبيث عاصفة تحول دون دخوله لتهلك من في الدور خنقا وقد صح ما توقعه الدب الصغير فقد أوصدت عاصفة الماكر الأبواب والنوافذ كلها وبذلت كل ما تملك من قوة لتحول دون فتحها أو تحطيمها ورأى الدب الصغير أن النار تعظم وتشتد وتنتشر في كل مكان فلم يدب إلى قلبه اليأس واندفع إلى سلم الإصطبل فقفز منه إلى النافذة ثم قفز منها إلى الدور وأسرع إلى حجرة أمه فرأوها ونرجس متعانقتين تترقبين الموت بين لحظة وأخرى وقد بلغ اليأس منهما كل مبلغ ولم يكن أمامها فسحة من الوقت للحديث فأسرع الدب الصغير إليهما وحملهم بين ذراعيه ثم صرح بحليم أن تتبعه وظل يجري بهم مسرعا في طريقه إلى المستودع حتى يبلغ السلم ثم هبط دركاته وهو يحمل ماجده في يمناه ونرجس في يسريه وهبطت حليم في أثره وما كانت أقدامهم تستقر على الأرض حتى كانت النار قد أتت على كل ما تحويه الدور والتهمت المستودع والسلم جميعا ولم تبق منهما شيئا ثم وضع الفتى والدته ونرجس في مكان بعيد ليؤمنهم من شر الحريق وأقبلت حليمة على أثرهم بعد أن أسرعت إلى طائفة من الثياب فجمعتها وحملتها في ملاءة كبيرة ولقد أحسنت حليمة فيما فعلته كل الإحسان وأثبتت الحوادث بعد نظرها وصدق ظنها حين رأت نرجس وماجدة تخرجين من الدور حافيتين وليس عليهم من الثياب ما يحفظهم من ألمي البرد فأسعفتهم حليمة بما أحضرته معها من الثياب وأنقذتهم بذلك من خطر البرد وأذيه في تلك الليلة الشاتية ولم يفتها أن تحمد للفتى الجريء الشهم صنيعه وتثن عليه بما هو أهله من الثناء في حرارة وإخلاص شاكرة ما قم به من صنيع جليل أما حليمة فقد غمرها الجميع بالشكر والمديح لما أظهرته من ثياب وحزم وبعد نظر أمام الخطبي الفادحي فلولاها لأهلك البرد ماجدة ونرجس فقالت حليمة والخجل باد على سيماها لما سمعته من ثناء إنني لم أقم بغير الواجبي وليس لي فيما فعلت فضل فإن ضبط النفس والإحتياط للطوارئ عند وقوع الكارثة والثبات أمام المصائب هي أول واجبات العاقل فلا عجب إذا اتجه تفكيري حين دهمنا الحريق إلى جمعي ما يتصل إليه يدي من ثياب لأنني قدرت أنكما ستخرجان من الدور إذا كتبت لكم النجاح وليس عليكم إلا ثوب النوم فقال لها الدب الصغير حسن هذا حق لا ريب فيه ولكن ماذا كانت تجد هذه الملاءة يا حليمة لو لم يتداركن لطف الله ويهيئ لكن سبيل النجاح فقالت حليمة صدقت يا عزيزي ولقد كنت على يقين أنك لن تتركنا نحترق ما دمت على قيد الحياة وكان يخامرني شعور مبهم غامض أن كارثة ستلم بنا ثم يتداركن لطف الله قبل فوات الأوين وهذه هي المرة الثالثة التي تنقذ فيها حياة نرجس لقد من الله علينا بالنجاح من هذه الكارثة المفاجئة ولولا لطفه في قضائه لضوع كل أمل في الخلاص ولقد أحسنت حليمة فيما صنعت وأخذت بالأحزام الأنفعي فلو أننا تعرضن لخطر البرد جميعا ما لامها أحد فيما صنعت ولا كانت خسارة الثياب هينة بالقياس إلى فداحة الكارثة أما الآن وقد ظفرنا بالنجاح فقد عرفنا كيف ننتفع بها والحمد لله فهي مشكورة على ما أدت من جميل وأسرعت نرجس إلى الدب الصغير فأمسكت بيديه تهمزهما في حرارة الشاكرة المعجبة تقديرا لصنيعه الجليل وأسرعت ماجد إلى نرجس فقبلت وجنتيها قائلة ما أسعد ولدي بما ينطوي عليه قلبك يا نرجس الكريمة من رقة وحنان وما أشجرك أيتها الوفية العزيزة بما أزداه إليك من صنيع جزاء لك على ما أسلفت إليه من جميل في إثر جميل ولقد بذلك لهما لصاحبه أعظم ما يستطيعه إنسان من فضل وإحسان وإني لعلى يقين من أن أسعد أمنية تتمنينها هي أن يتيح الله لك فرصة تمكنك من أن تبذل لولدي ما تملكين من فداء متى حانت ساعة الوفاء وما إن سمع ولدها ما تقول حتى حال دون إتمام حدثها وخشي أن تدرك نرجس مغز ما تقول فتجيبها بالقبول وتكون النتيجة سعادته وشقاءها فأسرع بالحديث قبل أن تتكلم نرجس كلمة واحدة قائلا عفوا يا أمه إذا رجوتك أن تكفي عن هذا الحديث فإن سعادة نرجس هي كل ما أحرص عليه في هذه الحياة ولا ريب أنك تعرفين مقدور ما يغمر نفسي من ألم كل ما هممت يا أمه بالعودة إلى هذه القصة وإثارتها مرة بعد مرة فلم تجبه ماجد بشيء وشغلها عن مناقشته أمر آخر كاد يذهلها عما حوله فكفت عن حوارها وارتسمت إمارات الحيرة على وجهها ورفعت يدها إلى جبينها وقالت لحليمة متفجعة واجمه أين؟ أين الصندوق الصغير يا حليمة؟ هل أنقذته؟ هل أنقذته كما أنقذت الثياب؟ أم نسيته كما نسيته أنا؟ فقالت لها حليمة أنه يا ولدي هدية الجنية لؤلؤة أميرتي التوابع وقد استودعتنيه جهدي وما أتمت هذه الجملة حتى اندفع الأمير الصغير الشهم إلى الدسكرة واختحمها وهي تلتهب غير مبال بما يتعرض له من مهالك وأخطار ولم يثنيه عن عزمته رجاء ماجدة ونرجس وحليمة ودموعهن ولم يصغ إليهن وهن يتوسلن إليه ضارعات أن لا يخاطر بنفسه في اللهب بعد أن كتبت له النجاح وأبى الدب الصغير إلا أن يصم أذنيه عن كل نداء إلا نداء الواجبي وشغلته سعادة نرجس عن كل شيء فالتفت لهن يؤسيهن ويهون عليهن فقده في سبيل أذاء الواجبي ويعزهن ثم التفت إليهن وهو يقتحم اللهب يودعهن ويقول لهن لن يضيع الصندوق أيتها العزيزات فقد وطنت نفسي على إحضاره أو أهلك دونه وقد استمددت العون من الله وسيكتب لي بتوفيقه الفوز والنجاح وساد صمت محزن بعد أن توارى الدب الصغير وغاب عن أعينهم ولم تتمالك نرجس أن ترك على ركبتيها ضارعة وتمد ذراعيها ملوحة بهم في الفضاء متحسرة وظلت شاخصة إلى الدسكرة المحترقة وعينها غاستان بالدموع أما ماجدة فقد وقفت واجمه سادرة ولم تستطع أن تحول عينيها عن الثغرة التي اقتحمها ولدها بين الأنقاض الملتهبة ولبثت المسكين ساكنة مجدوها عاجزة عن الحركة عجزها عن الكلام فقد ألجمها الرعب وقيدها الفزع فلم تتمالك أن تخفي وجهها بيديها حتى لا يفاجئها مصرع ولادها بين اللهب ومرت على ذلك لحظات خيل لثلاثة هن من هولها أنها أعوام وهكذا بقين حائرات يتنيزعهن اليأس والأمل وتترجح بهن الظنون بين الشك في موت عزيزهن والأمل في حياته بعد أن فارقهن واستخفعن أبصارهن ومما ضاعف الخوف في قلوبهن أنهن سمعنا فرقعة عقب اندفاعه إلى اللهب ورأينا تكاثفاء الدخان ثم يتلى هذه الفاجعات ضجيج مفاجئ مزعج انتزع من ماجدا ونرجس صرختي فزع ويأس وقد انبعثت صيحاتهم حين فوجئت بسماع ضجيج صاخب أشبه بقصف الرعود وأبصرت الأسقف تهوي متداعية في أثره وتتناثر أمامهما محترقة سقفا في إثر سقف وأدركت أن الدب الصغير قد ردمته الأنقاض بعد أن خر عليه السقف الملتهب وخنقه الدخان الكثيف وبعد قليل خمدت جذوات النور وأتت على الدور بكل ما تحويها وأحالتها إلى رميد كانت هذه المخاطر تملأ قلوبهن فلا تدع شعاعا من الأمل ينفذ إليهن ولم تلبث ظنونهن أن أصبحت يقينا فلم يبق عندهن شك في أنه لو نجى من الإختناق لم ينجى من الأثقال التي هوت على جسمه فهرسته وساد الصمت بعد الكارثة فكان أشبه بصمت الأموات ثم خمد اللهب فجأة وانطفأت النار وسكتت الضوضاء ودب اليأس في قلوب الجميع فارتمت نرجس بين ذراعي ماجدة واستسلمت كلتاهما لأحكام القدر ولم تجد لهم ملاذا تعتصمان به غير الصبر على قضاء الله والرضا بما قسم ومر بهم وقت طويل لا تجدان لهم حيلة في دفع المقدور ثم طلع الفجر ولاح ضوء النهار دون أن ينفذ إلى قلوبهن شعاع ولو ضئيلا من الرجاء وكانت حليمة تنظر هذه الخرائب والدخان فلا تملك غير الحزن على مصرع صاحبها والإعجاب بشجاعته والرجاء في سلمته ولم ينقطع تفكيرها في ذلك الفتى الشجاع الذي بذل نفسه في سبيل الواجب ووهب حياته عن طواعي واختيار ولم يتردد في أن يجابها الموت في ثبات وشجاعة وإقدام فكان مثالا كريما للاستشهاد في سبيل المرؤة والوفاء ورأت حليمة ما استولى على ماجدا ونرجس من الوجوم والحيرة فخشيت أن يقتلهم الحزن فأقبلت عليهما تبذل قصارية جهدها لعلها تشغلهما عما تكابدين من ألم وروحت تهون عليهما متوسلة إليهما أن تصحباها إلى المرج القريب من الدسكرة لتروح عن نفسهما قليلا فصمتت ماجدا ونرجس ولم تجيباها بحرف واحد فأعادت عليهم الرجاء فلم تسمع منهما جوابا فحاولت أن تغر نرجس طارة وماجد طارة أخرى وتزين لإحداهما أو كلتيهما الإبتعاذ عن الدار المحترقة حيث تقضيان الليلة القادمة في مكان أمين فلم تجد منهما إلا إصرارا على البقاء حيثهما وحاولت حليمة أن تشغلهم بأمثال هذه الأحاديث فلم تجد منهما أذنا سميعة وأخيرا ضاقت نرجس بحديث حليمة فقالت وماذا يعنينا من جمال الجو وتأمين المسكن بعد أن أن يخبنا هذا الخطب الجليل وأي جمال لنا في الحياة بعد أن فقدنا بهجة الدنيا ومصدر جمال الحياة فقالت حليمة إذا بقينا هنا مستسلمات للحزن هلكنا أسا وجوعا دون أن يعود علينا ذلك بفائدة فقالت نرجس متألمة وما فائدة الحياة بعد أن نفقد أعزاءنا الأوفياء الذين لا تطيبوا الحياة إلا بهم إن أفضل أن يفترسني الجوع والحزن على أن أنسواجب الوفاء لذكرى منقذ الكريم وسيرته العطرة ولن أبرح هذا المكان الذي رأيت الدب الصغير فيه آخر مرة حيث لقي مصرعه في سبيل حنوه ووفائه وإخلاصه فهزت حليمة كتفها متظاهرة بقلة الإكتراث وقالت لنرجس لو كان ذلك يجدل أوصيتك به ولكنه عبث لا طائل تحته ولا خير فيه وخير لك أن تتجه إلى الله بالدعاء له فإنه كريم لا يخيب دعاء من قصده فلا تستسلم لليأس وادعي له بالسلمة ولم تلبث حليمة أن ذكرت البقرة التي كانت في الزريبة فحمدت الله على سلمتها من الحريق وأسرعت إليها تجرع من لبنها الحليب كوبا شهيا سائغ الطعم وقدمت إلى ماجدة ونرجس كوبين من اللبن فلم تقبلاهما والتفتت ماجدة ونرجس قائلة ما رأيت قلب إنسان يخفق بأنبل العواطفي مثل قلبك أيتها الفتح ولقد كانت محبة ولدي لك أعظم من محبته لنفسه فلا عجب إذا لم يظن ببذل حياته في سبيل إسعادك ثم أقبلت ماجدة على نرجس تقص عليها ما حدث لها قبل مولد الدب الصغير مع الدفضع الماكرة أميرة الزوئبع ثم ختمت قصتها قائلة ولعلك أدركت أيتها العزيزة الوقفية من أحداثي القصة أن حظ ولدي كان مرتبطا بحظك أنت وحدك دون سواك وأنه ليس في الدنيا كلها أحد غيرك أنت وحدك دون سواك قادر على إنقاذه مما حل به من محنة وتخليصه مما ألم به من سحر فقد كتب عليه القضاء أن لا يخرج من شقائه إلا إذا أتاح له الحظ أن يظفر بفتاة موفورة الإخلاص صادقة الوفاء يدفعها إعجابها به ومحبتها له إلى الرضى بشقائه في سبيل إسعاده فلا تتردد في أن تبادله حظها بحظه وتقبل أن ينتقل التشويه إلى جسمها بعد أن حتمت الساحرة أن لا يسترد جماله إلا بعد أن يشوها صورة من يتصد لإنقاذه ثم أفضت إلى نرجس بما كان يظهره ولدها من الغضب والسخط كلما حاولت أن تستأذنه في الإفضاء إلى نرجس بهذه القصة لعلها تعمل على شفائه وتخليصه من شقائه وكيف كان يتوسل إليها ضارعا أن تكف عن التفكير في ذلك الاقتروح ويستحلفها جاهدا ألا تفاتحه مرة أخرى ومن السهل أن تدرك ما فاض به قلب نرجس من العطف والإعجاب والأسف حين وقفت من قصة الدب الصغير على هذه الدقائق وأدركت من تفصيل ما سمعته من الحقائق مقدار ما تفرد به الأمير المسحور من الفدائية والإيثور وثمتا لم تتمالك الفتاة أن تعضى أصابعها أسفا وندما على ضياع الفرصة وتمنت لو أنها سمعت هذه المأساة قبل الآن لتخلصه من السحر قبل فوات الأوان واستأنفت ماجدة حدثها قائلة لم يبق علينا أيتها الوفية العزيزة إلا واجب واحد هو أن نبحث عن رفاة الدب الصغير ونخرجه من بين الأنقض ثم وهنا غلبها الحزن على أمرها وخنقتها الدموع فاحتبس الكلام في صدرها وانعقد لسانها وعجزت عن مواصلة حديثها فصمتت ماجدة ولم تزد على ما قالته شيئا واتجهت ماجدة ونرجس حليمة إلى حطون الدسكرة يمشين في بطء وحذر ويتحسسن مواطئ أقدامهن في كل خطوات من خطواتهن حتى لا يتعثرن فيما تركه الحريق من خرائب وأنقض وأقبلن على العمل متحمسات مندفعات إليه يرفعن ما يتراكم من الردم غير وانيات ومضى عليهن يومين كاملين لم يضعن منهما لحظة سدى وقد وقفن إلى رفع الكثير مما تراكم من الأنقاض المحترقة وبذلن من الجهد أكثر مما يستطعنا وبقيت بعد ذلك طائفة أخرى من الأنقاض متفرقة في كل مكان فوصلنا العمل في رفعها ولم يضعف ذلك في أعضادهن بل زادهن حماسة على حماستهن وأكسبهن عزيمة إلى عزيمتهن دون أن يعرف الكلال طريقا إلى قلوبهن وجاء اليوم الثالث دون أن يعثرن على الدب الصغير على أثر برغم ما بذلنه من جهود مضنية وكنا على حماستهن في إنجاز العمل منتبهات حذرات يرفعن الأنقاض قطعة بعد قطعة وحجرا بعد حجر وحفنة بعد حفنة خوفا على جسم فقيدهن أن تمزق أوصاله أو تسحق أعضاءه ومزلنا يعملنا جهودهن حتى تم لهن كشف ما بقى على الأرض من الأنقاض وما كدن ينتهين من رفع آخر ما تناثر من الألواح الخشبية التي دب فيها الاحتراق حتى لاحت لنرجس والدهشة مستولية عليها ثغرة على مرأ العين منها فأسرعت إلى الثغرة تزيل ما يغطيها ويسد فوهتها من خشب فلما أتمت ذلك رأت أمامها فوهة بئر واسعة فخفق قلبها خفقا شديدا واضطربت اضطريبا عنيفا وذب إلى قلبها أمل مبهم غامض بهيج لا تعرف له مزرا وصرا في عرقها روح من الرجاء ولم تتمالك نرجس أن تهتف عن غير قصد باسم الدب الصغير في صوت متهدج متعثر ولا تسل عن ما استولى عليها من الدهشة والفرح والارتباك حين سمعت صوته يجيب نداءها ويدعوها مبتهجا بسماع صوتها ويهتف باسمها مناديا نرجس عزيزة نرجس ها أنا ذا قد كتبت لي النجاه وبقيت على قيد الحياة أي صوت ساحر لبيها وأي نداء حبيب تسمعه أذنيها أتراها حالمة أم يقضونه أي سعادة مفاجئة فاضت على قلبها فانهرت أمامها أعصابها وأسلمتها إلى الذهول ولم تلبث أن احتويها الإغماء وكانت واقفة على حافة البئر كما علمت فلم تتمالك أنهوت إلى قاعها وكان الهلاك لا محالة من نصيبها لو لم تتلقفها أميرة التوابع وهي هاوية إلى أعماق البئر فتنقذ رأسها من أن يتحطم على حائطها الصخري وتقي أعضائها أن تتهشما في غورها القصية وكم لأميرة التوابع من صنائع مأثورة وأياد مشكورة وهذه بعض صنائعها ومساعيها وإحدى مأثرها وأيادها وهكذا خفت أميرة التوابع لإنقاذها فتلقفتها وهي هابطة إلى البئر ثم حملتها مترافقة متلطفة فأجلستها بجوار الدب الصغير وسرعان ما استعادت نرجس صوابها حين سمعت صوت الدب الصغير يهتف بإسمها وقطغ عليه الفرح بلقائها ولم يكن كلاهما يحلم بمث هذه السعادة المفاجئة فكاد فرحهما باللقاء يذهلهما عن كل شيء فنسي كل ما ألم بهم من كوارث مروعات وروح يتبادلين التهنئات الصادقات وقد غمرت البهجة قلبيهما باجتماع ما تشتت من شملهما بعد أن ألح عليهم الشقاء وأيأسهما اللقاء ولم يقصر في شكر الله على ما هيأه لهما من ألطوف خفية تمت على يد الجنية بعد أن سخرها الله لإنقاذهما والتفين في البر بهما والعطف عليهما أما حليمة فكان لها شأن آخر يختلف عن شأنيهما فقد هالها أن تتلفت فلا ترى نرجس أمامها فكيف اختفت نرجس فجأة وغابت بعد لحظة واحدة يا للعجب العاجبي كيف توارت نرجس عن عينيها في مثل لمحة الطرف أو ومضة البرق ذلك ما حيرها وشت تخاطرها وثمت إن دفعت حليمة مضطربة مولها تبحث عن نرجس في كل مكان فلا تعثر لها على أثر ثم حانت منها التفاتة إلى أعمق البئر فرأى الثوب نرجس الأبيض يخفق في قرارها فظنت أنها قد سقطت في البئر فلم تتميلك أن تصرخ مرعوب خائفة تدعو إليها ماجدة مستغيثة بها ولا تسل عن دهشة حليمة حين سمعت نرجس تجيب نداءها وتطمئنها في صوت جلي واضح النبرات ثم لا تسل عن ابتهاجها حين سمعت الدب الصغير يناديها من قاع البئر العميقة بصوت مرتفع وهو يقول كافصي حكي يا حليمة وخفضي من صوتك أيتها الوفية الكريمة حتى لا تزعج والدة العزيزة فنحن والحمد لله على أحسن حال وأهنأ بال وليس يعوزنا شيء قل أو كثر أي حلم سعيد تحقق لقد فاض قلبها فرحا فلم تتميلك أن تصيح بما جده فرحانة مهنئة يا لها من سعادة شاملة ها إنهم يا مولات سالمان معافيان هلم إليهم يا ماجدة ولا تضيع من وقتك لحظة واحدة هلمي ولو استطعت أن تطيري لكان ذلك أولى بك وأجدر وفرحتاه إنهم هنا في قرار البئر وهما بحمد الله سالمان هانئان تغمرهما البهجة وتظللهما وتحوطما السعادة وترفرف عليهما وكانت ماجدة ممتقعة الوجه شاردت اللب ذاهلة العقل لشدة حزنها على ولدها الذي فقدته ويأست من عودته فزادتها الصرخة الأولى التي انبعثت من حليمة يأسا على يأس فأقبلت عليها مترنحة متعثرة الخطة من فرط ما كابدت من ألم فلما سمعت صرخة الفرح الثانية اختلت عليها الأمر ولم تتبين ما تحمله ألفاظها من صادق البشرى فلم تتميلك أن سقطت على رقبتيها جاثية بالقرب من حليمة بعد أن خذلتها قوها فلم تقدر على النهوض وزايلها التمييز فأعجزها عن فهم ما تسمع وهكذا اختلط في أذنها صوت النعي بصوت البشير واشتبه جرسهما فلم تستطع أن تفرقها بينهما ثم حدث ما لم يخطروا لها على بال حين سمعت أذنها صوت ولدها الحبيب وهنا تغير كل شيء وحل اليقين محل الشك وزال اللبس والغموض بعد أن أيقنت أنه لا يزال على قيد الحياة ممتعا بالصحة والعافية وزادها إطمئنانا عليه أن سمعته يقول لها في حنوه المألوف قر عينا يا أماه فقد كتبت لولدك النجاح ولا يزال كما ترين على قيد الحياة ولم تكد ما يجده تتبين صوت ولدها حتى استردت قواها وعاودها نشاطها وكادت لفرطي سررها وابتهاجها بالعثور على ولادها تترد في قاع البئر لو لم تنبهها حليمة إلى ما عرضت له نفسها من خطر داهم وأسرعت حليمة إلى السلم لتحضره وغابت لحظة يسيرة حسبتها ماجد أيام طوالا لشدة ما كان يساورها من القلق على حياة الدب الصغير وكان الفرح قد تغي على حليمة أيضا فكاد يذهلها عما تصنعه فعادت وليس معها سلم بل حبل ومذرات وكرسي ثم شرد فكرها ودفعها إلى الهذيان فاقترحت أن تنزل البقر إلى قاع البئر ليتسنى للدب الصغير أن يشرب من ضرعها لبنا سائغ الطعم ثم عاد إليها رشادها فأحضرت السلم آخر الأمر وكان منها على مد الذروع ولكن ما غمر قلبها من الفرح قد أذهلها عما يحيط بها وفي خلال الوقت الذي ذهبت فيه حليمة لتحضر السلم كان الدب الصغير ونرجس لا يكفان عن الكلام لحظة وقد شغلهما عن كل شيء ما كان ينعمان به من حديث فيما يستقبلانه من سعادة وشيكة فراح كلاهما يقضي إلى صاحبه بما يعتلج في صدره من آمال وآمان ومستقبل قريب حافل بالسعادة والهنئ وقد حدثها الدب الصغير فيما حدثها به عما لقيه في الحادث الأخير من عجيب المقادير وقال لها في مقال لقد اختحمت اللهب دون أن أصاب بسوء ونجوت من النار بسلام والحمد لله وما زلت أتعثر في الظلام الحالكي بين خطوة وأخرى لعل أهتد إلى موضع الصوان التي حدثتني أمي أن سعدتك رهن به وأنها نأتكي لا تكمل بغيره ثم شعرت بالدخان يكاد يعم نظري ويزهق روحي وشعرت كأنني على وشك أن أسقط على الأرض من فرط الإعياء وخشيت أن يسلمني هول ما أعنيه إلى الإغماء لولا أن يداً رقيقة ربتت كتفي ومسحت برأسي وأمسكت بشعري فحيلت بذلك دون سقوطي على الأرض وشعرت أن قوة عظيمة قاهرة ترفعني ثم تهبط بي مترفقة إلى قاع البئر بعيداً عن الدخين الخانقي واللهب المحرقي فأيقنت أنها أميرة التوبع ترجمة نانسي قنقر